صحتك بين يديك وعلاج الألم في برين أهلا بك دكتور معنا دكتور من الواضح أن مرض الصراع يعني السبب المباشر له هو اضطرابات الدماغ ولكن لماذا تحدث هذه الاضطرابات في الدماغ أصلا؟ في الحقيقة هناك عدة أسباب مما تؤدي إلى حدوث هذا الخلل الوظيفي في الدماغ منها مثلا النزيف الدماغي منها الجلطة الدماغية ومنها بؤر الالتهابية أو الأورام الدماغية التي تؤدي إلى هذا الخلل وأيضا العامل الوراثي وأيضا العامل الوراثي حيث يلعب تقديرا 20% من حالات الصراع هذا المرض دكتور هو أيضا من أكثر الأمراض شيوعا بالعالم فهل يمكن الوقاية منه؟ ولماذا هذا الشيوع؟ عند حلوث المرض بشكل أول المرضى المصابين يجب عليهم اتباع عدة أمور منها تنظيم الحياة اليومية أخذ القصد الكافي من الراحة عدم تجنب التوتر النفسي وما إلى ذلك ولكن يجب على المريض أيضا المثابرة على العلاج الموصوف له ولكن هذه التي ذكرتها هي عوامل تساعد على الوقاية نوعا ما وأيضا بشأن العامل الوراثي هل الزواج من الأقارب أيضا يجعل هذا المرض أكثر شيوعا أليس كذلك؟ هذا هو العامل الأكثر الذي يلعب الدور الأكبر في شيوع هذا المرض بالأخص في البلدان العربية وبالأخص في المناطق الريفية أو التي يتم فيها بشكل كبير تزاوج الأقارب مما يؤدي إلى توفر الأمراض الوراثية دكتور متى يتوجب على المرأة مراجعة الطبيب؟ هل هناك أعراض معينة يجب أن ينتبه لها؟ الكشف المبكر ربما أيضا مهم في هذا الشأن بالحقيقة عندما يلاحظ المريض أي نوع من أنواع الحالات أو النوبات الصراع يجب عليه مراجعة الطبيب لإجراء التشخيص المناسب ومعرفة ما السبب الذي أدى إلى هذه النوبات؟ ما خطورة نوبات الصراع؟ في حال عدم علاج حالات الصراع وهذا للأسف يتمثل على أعداد هائلة في العالم بالأخص بالأطفال يؤدي إلى عدم القدرة على التعلم وإلى تأخرهم كثيرا تمام وهل تموت خلايا الدماغ خلال عملية زمن النوبة؟ هذا من الأمور التي نستطيع أن نقول أن نوبة واحدة لا تؤدي إلى موت خلايا الدماغية ولكن ببعض الحالات الصعبة تأتي هناك سلسلة من النوبات متواترة خلف بعض مما تؤدي إلى التهاب في الدماغ أو إلى ورم قد يؤدي إلى موت الخلايا دكتور نحن ذكرنا هناك نوعين الصراع الكبير والصغير وتحديدا هنا أريد أن أذكر موضوع الصراع الصغير الذي يصيب الأطفال غالبا وأعراضه تختلف نوعا ما فمهم لنعرف هذه الأعراض حتى يتم أيضا الكشف عنه مبكرة تحدثنا عن هذا الموضوع من أهم هذه الأعراض تغير نظرة العينين تغير نظرة الرقبة عند الأطفال التشنج بالساعدين الشهقة المتكررة وهنا لاتب المراجعة الطبيب وإجراء التشخيص المناسب وهل هناك مشكلة بالنطق أو بال ممكن أن تكون إطلاق أصوات مختلفة أو حدوث المريض يشم روائح مختلفة عن الآخر أو يمر في فترة فيها سهوة أو فترة حلم أو ما شبه من ذلك دكتور متى ينصح بالعمليات الجراحية؟ وهل هناك مخاطر جانبية؟ هناك قسم من المرضى الذين نستطيع بواسطة التشخيص تحديد بؤر في الدماغ التي تكون هي المسؤول الأول عن هذا الخلل الوظيفي في حال وجود هذه البؤر في منطقة في الدماغ سهل الوصول لها دون التعرض إلى الأنسجة السليمة فينصح باستقصال هذه البؤرة وهؤلاء المرضى يستفدون جدا من هذا العمل الجراح لكن تقصد بالبؤرة هي عبارة عن ربما نزيف حدثة أو ربما ورم؟ ممكن تكون بالأغلب ندبة أو ممكن أن تكون ورم أو جلطة قديمة وهي المسؤول عن حدوث هذا الخلل الوظيفي وعند التأكد يعني التأكد يتم عبر تخطيط دماغي خاص جدا على قشرة الدماغ بشكل متكرر حتى نكون متأكدين تماما أن هذه البؤرة هي المسؤولة الوحيد عن الخلل الوظيفي ومكانها في الدماغ سهل الوصول إليه وبالتالي ينصح بجراء العمل الجراحي وهل هناك مخاطر؟ المخاطر تتعلق حسب موضع هذه البؤرة في الدماغ فكلما كان الوصول إليها من الناحية الجراحية أسهل وبالتالي دون التلاف خلايا سليمة فيكون هذا الأمر محفوف بمخاطر قليلة نعم دكتور إذن العلاج المعتاد الآن هو تناول نوع من الأدوية ولكن ما مدى فعالية هذه الأدوية وهل لها أيضا آثار جانبية؟ في الحقيقة بالعلاج الدوائي نستطيع أن نتوصل لسيطرة الكاملة شبه الكاملة على الأعراض المرضية لحد ثلثين أو ثبعين بالمئة من الحالات المرضية ويستلزم الموضوع الانتظام حيث الكثير من الأدوية يجب أن يأخذها المريض كل عشر ساعات أو كل اتناشر ساعات بمعنى بشكل دقيق وشكل منتظم ودوري ويؤدي إلى شبه شفاء من المرض ولكن تناول الأدوية بهذه الروتينية والكثرة ربما يعني أليس لها آثار جانبية؟ للأسف هناك بعض الآثار الجانبية التي تمنع أحيانا المريض من الرغبة في المتابعة الدواء ونذكر الأغلب منها النعاس أو الخمول أو العدم القدرة على التركيز عند بعض المرضى وعند بعض المرضى الآخرين ممكن أن تؤدي إلى عدم اتزان بالحركة أو عدم القدرة على وضوح الرؤية أو إلى تغير في السلوك من سلوك عدائي أو ما شابه طيب دكتور في طريقة التحفيز العميق للدماغ يعني ما رأيك بهذه الطريقة؟ بالحقيقة هذه من الطرق التي ما زالت ضمن الوضع التجريبي ويتم عن طريق هذا التحفيز الكهربائي استيطر على بعض حالات الصرع التي لم نستطع استيطر عليها بأحد بعدة استراتيجيات أو عنواع أدوية أخرى وما زال في مجال التجريب ودون الأدوية والتحفيز الدماغي هل يمكن هل هناك طريقة لتجنب نوبات الصرع؟ هناك قواعد عامة يجب أن يتبعها حتى نتجنب هذا الموضوع هنا أحب أن أذكر أن 10% من البشر بمعنى يصابون بنوب الصرع خلال حياتهم ومن أكثر الأمور المشجعة والمحافظة على هذا الموضوع قلة النوم الإفراط بالمنبهات من القهوة وما شابه الإفراط في المواد الكحولية من الحديث أو من الجدير الذكر المتابعة التلفزيون والمونيتور يعني محاولة تجنب كل هذه أو التقليل منها على الأقل وبالنسبة الغذاء هناك الخبرة المؤسسة عمليا وهي بالحمية الكيتونية الحمية عن القدر الأكبر من السكريات والنشويات أثبتت في التجربة أنها تساعد كم كبير من المرضى على التخلص من هذه الحالة شكرا جزيلا دكتور ترجمة نانسي قنقر